أسعد الله أوقاتكم جميعا كما تعلمون أن التوعية والتثقيف تشكل خط الدفاع المتقدم في مواجهة هذا الوباء ومنذ اليوم الأول أدركت الحكومة أهمية هذا الجانب وباشر الفريق الحكومي أو الوزاري المتخصص في المتابعة والتثقيف والتوعية العمل على تطوير حملات للتوعية ساهم بها أيضا المؤسسات المجتمع المختلفة المجتمع الأردني يتمتع بقيم ثقافية واجتماعية على درجة كبيرة من الأهمية أبرزها الالتزام الطوعي والجدية لذلك ساهمت هذه القيم في التخفيف من وطعة هذا الوباء وفي الالتزام الذي نلمسه اليوم وزارة الثقافة تساهم في هذا الجهد اليومي ولقد ساهمت منذ البداية الأزمة في إطلاق عدد من المبادرات وفي المساهمة في التوعية الوطنية بشكل عام اليوم أرجو أن تسمحوا لي بأن أطلعكم على عدد من المبادرات التي سوف تطلقها الوزارة اليوم وأخرى بدأتها منذ أيام أول هذه المبادرات هي مصابقة ثقافية كبيرة بعنوان موهبتي من بيتي هذه المصابقة تهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لوقت الفراغ خلال فترة البقاء في المنازل وأيضا هي فرصة لاكتشاف المواهب لدى الشباب والأطفال من أبناء المجتمع الأردني إضافة إلى أنها تهدف إلى إضفاء طابع من المشاركة وكسر العزلة والوحدة والروتين أثناء هذه الظروف الاستثنائية تستهدف المصابقة أيضا الأطفال من فئة 10 إلى 15 سنة والشباب من فئة 16 إلى 25 سنة وتشمل على خمسة مجالات أساسية هي المجال الأول النصوص الأدبية القصة والشعر وفي الجانب الثاني الفنون الرسم والتصميم وفن الكركتير وأيضا ثالثا الأفلام القصيرة والفيديو المنزلي ورابعا الموسيقى والعزف والغناء والفئة الخامسة هي التمثيل هذه المصابقة سوف نخصص لها 100 جائزة نقدية اسبوعيا تبدأ بألف دينار وتنتهي بمئة دينار وهي بذلك من أكبر المصابقات الثقافية في هذا المجال وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر من كافة مؤسسات القطاع الخاص التي ساهمت في دعم هذه المصابقة أيضا من المبادرات الأخرى التي عملت عليها الوزارة أصدرنا مؤخرا أول دليل عربي أو أول دليل باللغة العربية في مجال التكيف الاجتماعي والتضامن الإنساني بمواجهة وباء الكورونا هذا الدليل يجتمل على وهو دليل إرشادي وتثقيفي يجتمل على عشرات الإرشادات والنصائح التي تفيد في مسألة التكيف الاجتماعي في فترة البقاء في المنازد والممارسات الفضلة في التضامن الإنساني وتحديدا في الدعم النفسي والاجتماعي لكبار السن وفي الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وفي التضامن مع الجيران والأصدقاء والزملاء هذا الدليل متاح على موقع الوزارة وعلى صفحاته على التواصل الاجتماعي أيضا الوزارة سوف تطلق مساء هذا اليوم من خلال قنواتها على الانترنت بث لمئات الساعات من التراث الثقافي الوطني الأردني والذي يجتمل على الأفلام والمسرحيات والمواد التثقيفية والمواد الوثائقية في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة الأردنية على توفير الرعاية الصحية للمواطنين والوقاية في مواجهة هذا الوباء وتحرص أيضا على استمرارية التعليم والعمل في القطاعات الحيوية وتوفير الحماية الاجتماعية أيضا تحرص أيضا على استمرار الخدمات الثقافية وعلى البناء المعنوي للإنسان الأردني أشكركم حمى الله الأردن وحمى صحتكم وعافيتكم وشكرا لكم شكرا لكم